يبيعون اثاث منازلهم علهم يوفرون ولو الجزء اليسير من تكاليف العلاج والدواء هكذا هو حال الاف الاسر اليمنية التي تكالبت عليها المآسي والمعاناة طوال عقد كامل من الزمان في صنعاء اكدت مصادر طبية ان المئات من الاسر تضطر لبيع اثاث منازلها لتغطية نفقات العلاج الا ان ذلك لا يفي بالغرض خاصة مع ارتفاع تكاليف الدواء في المستشفيات الخاصة بشكل جنوني لافتة الى ان الميليشيا وبعض الانتقادات العديدة التي وجهت اليها كانت قد اعلنت تخصيص المستشفى الجمهوري الحكومي لتقديم العلاج المجاني على ان يتم الصرف عليه من عائدات الزكاء التي تجمع بالقوة من المواطنين وبمبالغ مضاعفة الا ان ذلك لم يحدث فالمرضى ملزمون بدفع مبالغ اخرى تحت مسمى الدعم الشعبي في الوقت الذي لا يحصل فيه على الخدمة الا عدد محدود منهم والتي لا تأتيهم بسهولة بل يضطرون للذهاب فجرا للحصول على مكان في طابور الانتظار الطويل لا تنتهي المعاناة ومسلسل مأساة اليمنيين لا تنتهي حلقاته فالمواطنون يشكون غياب الرقابة على اداء المستشفيات الخاصة سواء في مناطق سطوة الميليشيا او تلك المناطق المحررة مؤكدين في الوقت ذاته لان اغلب المستشفيات تفرض مبالغ خيالية على المرضى وتطلب منهم فحوصات طبية غير ضرورية عاملون في قطاع الصحة يأكدوا ان تحويل المباني السكنية الى مستشفيات تفتقر الى ابسط الشروط المطلوبة اصبح مشهدا سائدا لدى كثير من المستثمرين مؤكدين انه لا يتم اسعاف اي مريض في هذه المستشفيات قبل وضع مبلغ مالي كعهدة لدى الادارة ليتم تقديم الاسعافات اللازمة ومن لم يستطع فالموت او العيش بالجراح والاوجاع هو المصير المحتوم اشتركوا في القناة